رسالة إلى أهلنا وإخوتنا الذين فقدوا عزيزا في هذا المصاب مصاب جلل والفقد عظيم ولا نقول إلا ما يرضي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وإن لله وإن إليه راجعون يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إلى كل من فقد عزيزا وغالي بهذا السلزال نعزي أنفسنا ونعزيه أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وغفر لميتكم وأعاركم وصبركم الله ورحم الله ميتكم اللهم أجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم أرحمهم وغفر لهم وتقبلهم عندك يا أرحم الراحمين عن النعمة بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمة هذه الرسالة لمن لا يستطيع المساعدة إخواني الكرام عليكم بالدعاء فإنه والله يرد الله به الأذى اللهم يفارج الهم ويكاشف الغم يا مذهب الحزن اكشف اللهم همنا وغمنا وذهب عنا حزننا اللهم يا صبور صبرنا على ما بلوتنا وامتحنتنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع صختك إخواني الكرام نحن أمة واحدة ومصابنا هذا مصابنا جميعا وأعيد بأنه من لم يستطع المساعدة فعليه بالدعاء فإنه والله يرد الله به البلاء أكثروا وتضرعوا إلى الله بالدعاء فإنهم والله بأمس الحاجة إلينا في هذا الوقت رحم الله الشهداء وعافى الجرحة نسأل الله أن يجيرنا في مصيبتنا ويبدلنا خيرا منها وأن يجعل الذعر والرعب الذي دب في قلوبنا شاهدا على صبرنا يوم القيامة ومكفرا لذنوبنا وخطايانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته